حماس وقيادات حماس فجأة يا مؤمن لاناهم في سوريا الله اكبر تبوي ايه انا عايز تقول ايه لا اه حضرت كنسيته انه حركة حماس خالد مشعل واسماعيل هنية وخليل الحية وليح السنوار كلهم دول كانوا موجودين في دمشق قاعدين اكلين شربين نايمين بيعملوا شغلهم واختاتهم من دمشق تحت ما ظلت بشار الاسم فتأة قامت ثورة ما يسمى في 2011 طلعوا الاسد هذا الوطن اللي كان بيحبوه الى انه خين وعميل وانه 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 بسرعة قلبوا عليه بعد شوية حماس طلعت من سوريا وبرأت ممثلة في فكرها الاخواني تضرب في مين في بشار وتضرب في سوريا وطلع الاخوان موجودين من القاهرة موجودين يقولوا لبيك الجهاد في سوريا ضد بشار عشان نسقطه حماس جزء من الاخوان من جسم الاخوان والاخوان قالوا ومشار ده لازم نخلص منه شردوا كم مليون سوري وموتوا كم مليون سوري وقطعوا كم مليون سوري خربوا البلد سوريا سوريا دي قبل 2011 با كانش عليها مليون واحد بره خربوها النهاردة بعد عشر سنين رايحين تاني يقولوا معلش احنا احنا كنا غلطانين اهو قدامك اهو هما دول قيالات الاخوان اهو قدامك اهو موسى بو مرزوق قدامكم واده خليل الحية واده القيالات رايحين لوشار امتى بعد عشر سنين من مش عايز اقول حاجات صعبة لكن عايز اقول هما قداروا ظهرهم لسوريا وكلموا على سوريا وبشار كفروا الكل وقالوا وحربوا وراحوا ورجعوا رجعوا تاني النهاردة اهو حماس تولي السنين في المعلاقتها مع دمشق بعد قطيع عشر سنوات سنين عايز اقولك ولا حاجة من اللي خل حرك الدنيا بين حماس وبين بشار تقديراتي حزب الله حزب الله هو وسوريا واحد وحزب الله هو ايران واحد ومن مصلحة ايران انه يكون حماس وسوريا مع بعض ففيه نوع من ترتيبات الاوضاع في هذا الاطار يعني ايران حزب الله حماس بشار كل دول مع بعض يعني فيه نوع من لكن في النهاية في النهاية انا مع الدولة السورية برئيسها بالمناسبة وبقول حماس المفروض فصيل بيدفع الارض في فلسطين لكن لا هو قسة من الارض في فلسطين وبعدين عايز اقول حاجة انه حماس دي قبل كده قلت ان اخوان وانتو عارفين وقبل كده قلت ان هي صانيعة اسرائيلية وناس كتير عارفة بس مش عارفين الدليل ان شاء الله نسبوع الجاي يبقى فيه دليل قاطع على انه حركة حماس دي صانيعة اسرائيلية بوثائق موجودة في كل احوال يعني احنا مش جايين نخترع العجل من جديد لكن احنا بنقرأ احداث شكناها من زيبان مصر مع القضاء الفلسطينية مش مع فصيل فلسطيني مع الشعب الفلسطيني ملح الارض الفلسطيني قد بالك يقل ناس بتطلع وناس تيجي ناس بتزايد ناس تشتب في مصر ناس تجر على مصر ناس تطلع يروحوا ياخدوا البركة مش عارف من ايران ياخدوا براكة من تركيا ياخدوا براكة من قطر ياخدوا براكة من الجزائر في النهاية يعني انه مصر ملهاش مصلحة الا انه الشعب الفلسطيني ياخد حقه زي ما ملهاش مصلحة الا ان الشعب الليبي يحكم ارضه هي قواعد لان دولة محترمة فيه ناس كتير مش فهم يعني ايه الاحترام فيه ناس كتير مش فهم يعني ايه دولة محترمة في ظل مجتمع للأسف الشريط بيفتقر الاحترام. احنا عايزين استقرار لشعب الليبن. عايزين استقرار لشعب فلسطين ودولة فلسطينية. عايزين علاقات متوازنة مع الجميع. عايزين عايزين. فيه ناس مش مصدق هزا الكلام. اخبطوا راسكوا في الحيطة. يروحوا ويلفوا ويجوا ويتخبطوا ويتركوا ابوابوا في الاخر ما لهمش غير مصر. ما لهمش غير مصر في النهاية. لكن عايز اقول لحضرتك. حاجة نست كده في زحمة كورانيا وروسيا ومش منتبهين. فاكرين حضراتكم ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان. فاكرين. اللي بمجابها لبنان هتاخد حقها في الغاز. ده حصل. من الذي باركة واياد هذا الانتفاق. مصر طبعا دولة قالت احنا معكم. هذا الانتفاق كويس. وموظم الدول وامريكا وغير وغير. لكن الغريف في الامر الذي لم ينتبه اليه الكثيرون هو مباركة وتأييد حزب الله ومباركة وتأييد حركة حماس. وهذا يعني ضمنا وصراحة ان حزب الله اللبناني المدعوم من ايران. وحركة حماس الاسلامية المدعومة من ايران والمنتمية للاخوان. كلاهما اعترف اعترافا عمليا بدولة اسرائيل. مش حسن نصر الله قال احنا مع الاتفاق. وحماس الاسلام مع الاتفاق. يبقى هم الانتين اعترفوا باسرائيل. سمعنا يا ابن حسن نصر الله. نحن ما يهمنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية. لما نقال انه هيدا مرتبط بالترسيم. طيب نروحوا على الترسيم. وانا موضوع ترسيم الحدود. كلكم بتعرفوا شو موقفنا. الذي لا يحتاج الى اعادة ذكر وتكرار. عندما يقول المسؤولون اللبنانيون. وعندما يعلم فخامة الرئيس. الموقف الرسمي اللبناني. الموافق والمؤيد. لهذا الاتفاق ولهذا التفاهم. بالنسبة المقاومة تكون الامو قد انجزت. ده حسن نصر الله هو بيقول انا باعترف باسرائيل من خلال مبركته للمشروع ترسيم الحدود. وحركة حماس طلعت بيان نفسي اهو. فين البيان هات يا ابن البيان. اهو البيان اهو. حركة مقاومة الاسلامية حماس. بتقول بيان صدر على حركة حماس. امه واحدة في مجال كذا كذا بتكلم على تطيب بحركة تشيط حركة حماس بالموقف الحكيم اللي تدخل الحكومة اللي الدانية في ترسيم الحدود. واجبتوكو عبلي كده. عشان بس الناس ما تنساش. ومحدش زايد ابدا على موقف بس.